أكبر تجمع وظيفي في الكويت لتوظيف الكفاءات الشبابية والوطنية في القطاعين الحكومي والخاص أكثر من 14 قطاع مشارك و80 شركة توفر فرص الكويتين بمشاركة القوى العاملة ودورات وورش عمل مجانية ندوات مع قصص للنجاح اليوم فكرنا معرض وظيفتي حتى يكونه أكبر معرض وظيفي للتوجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص بهالحجم الكبير يساعد هذا على توجيه الشباب للتعرف على الشركات وطبيعة العمل في القطاع الخاص هذا جزء من أهداف المعرض الجزء الآخر وفرنا الجامعات والتخصصات التي لها علاقة باحتياج السوق في المستقبل بالإضافة إلى توفيرنا لفرص عمل جزئي للطلبة أيضا هذا هدف من أهداف المعرض المعرض يهدف إلى تسهيل عمليات التواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والحكومي والباحثين عن عمل الهيئة العاملة القوى العاملة من السنين وإحياء مهتمة بالشباب الكويتي سواء تدريبهم قبل لا يتخرجون وسواء توجيههم للعمل سواء بالقطاع الخاص فإحنا اليوم طبعا في المعرض المهول هذا ووظيفتي لازم نكون موجودين أول شيء عشان شوف أبناء أن اليوم هم الفرشي جراجويت سواء اللي يتوني يتخرجون أو اللي أصلا تخرجوا حيث أننا نبي نعطيهم شن الفرص الموجودة هنا ونهم نكون موجودين للرد على أي استفسار خاص في الخدمات اللي احنا نقدمها كهيئة لهم من ناحية تدريبهم بالصيف من ناحية نقول لهم شنو هي المزايا رح يأخذونها عقب التخرج ومن ناحية شنو هي المزايا رح يأخذونها في حال توظفت بالقطاع الخاص دور المعرض يكمن في تشجيع الخريجين على العمل في خطوة لتواصل مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية وذلك تحقيقا لرؤية كويت الجديدة 2035 في دعم الكوادري الوطنية عشاء أحمد تلفزيون دولة الكويت